هذا ووضعت الحكومة الجديدة خطة للعمل تضمنت بعض المحاور لضبط الأسواق من خلال تفعيل منظومة الرقابة وذلك بالتعاون مع الجهات والأجهزة الرقابية المنوطة ومن ضمن محاور ضبط الأسواق والأسعار مراجعة بيانات المستفدين من منظومة الدعم والتوسع في المنافذ السلعية المتحركة للوصول إلى القرى والنجوع في كافة محافظات الجمهورية خطة عمل مبتقرة تعمل عليها الحكومة الجديدة لمواجهة تحديات الملف الأبرز على الساحة حاليا والذي يحظى بمتابعة لحظية من قبل المواطنين وهو ملف توفير السلع وضبط الأسواق فبعد أن حرست الحكومة على أن يكون اجتماعها الأول لمتابعة جهود حل مشكلة الكهرباء جاء الاجتماع الثاني لمتابعة توفر السلع وجهود ضبط الأسعار في الأسواق رئيس مجلس الوزراء مصفى مدبولي شدد خلال الاجتماع على أنه يتعين أن تكون هناك تصورات استباقية لمواجهة أي أزمة إلى جانب المتابعة الدورية للأسواق وأسعار السلع العالمية مؤكداً في الوقت نفسه أهمية وجود مخزون استراتيجي من السلع الأساسية حتى يسهم ذلك في حل أي مشكلة أو أزمة طارئة رئيس الوزراء أكد أنه منذ شهر مارس الماضي وهناك استقرار في الأسعار وذلك في ظل استقرار سعر الصرف مؤكداً الاستمرار في بذل المزيد من الجهد لتنفيذ المستهدفات والتكليفات الخاصة بتوفير السلع وضبط الأسواق ملف آخر تعمل الحكومة على تحديثه في هذا الإطار وهو تطوير مكاتب التموين وتحويلها لمراكز خدمة المواطنين لخفض زمن استخراج البطاقات إضافة إلى تقديم الخدمات إلكترونياً كذلك ستعمل الحكومة على التوسع في المنافذ السلعية المتحركة للوصول إلى القرى والنجوع في كافة محافظات الجمهورية لتوفير السلع الغذائية بالسعر والجودة المناسبة بالإضافة إلى توفير فرص عمل لشباب الخريجين ولعل الملف الأساسي للحكومة في هذا الشأن هو توفير احتياطي استراتيجي آمن من السلع الاستراتيجية والأساسية في ظل توجيهات القيادة السياسية الدائمة بتوفير احتياطي آمن ومستدام لمدة لا تقل عن ستة أشهر بما يضمن توفير وإتاحة السلع والخدمات لمستحق الدعم للفئات الأولى بالرعاية واستمرار تدفق الإمدادات للمقرارات التموينية من الخبز المدعم والسلع الأساسية اشتركوا في القناة